شهدت العلاقات بين مصر والصومال لتطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة تبدو المصر جهوداً كبيرة لتعزيز الاستقرار في الصومال والحفاظ على وحدة مؤكدة ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة الصومال الفيدرالية على كامل أراضيها على مر التاريخ تتسم العلاقات بين مصر والصومال بالقوة والمتانة وشهدت العلاقات بين البلدين تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة مدعومة بردة سياسية قوية وسعي إنجاد لوضع خطط مستقبلية مشتركة في العديد من المجالات فقد وقفت مصر إلى جانب الصومال في نضاله ضد الاستعمار البريطاني والإيطالي وبعد حصوله على الاستقلال عام 1960 وصلت مصر دعم الصومال في جميع مجالات الحياة ومنذ اندلاع الأزمة الصومالية عام 1991 سعت مصر إلى إيجاد الحلول وإنهاء الاقتتال بين الإخوة الصومالين كما تعد مصر عضوا فاعلا في مجموعة الاتصاد الدولية المعنية بالمشكلة الصومالية وتحرص على المشاركة في كافة الاجتماعات التي تعقدها المجموعة ومنذ منتصف عام 2014 كثفت مصر من تحرقاتها الدولية والإقليمية لحجد الدعم للقضية الصومالية والمساهمة في إعادة بناء المؤسسات الوطنية للدولة الشقيقة وذلك نظرا لهمية القصوى للصومال في تعزيز الأمن القومي المصري كذلك تشترك مصر في عضوية مجموعة الاتصال الدولية المعنية بمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية وتبذل مصر جهودا كبيرة من أجل تعزيز الاستقرار في الصومال والحفاظ على وحدته حيث أكدت ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة الصومال الفيدرالية على كامل أراضيها ومعارضتها لأية إجراءات من شأنها انتهاك السيادة الصومالية مشددة على حق الصومال وشعبه دون غيره في الانتفاع بموارده العلاقات المصرية الصومالية تتميز بتعدد الروافض في إطار من المصالح المشتركة والأمن المتبادل لتشمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خاصة التعليمية والصحية والثقافية والمجال العسكرية أيضا كما أن هناك مواقف تاريخية مشرفة سياسية وعسكرية متبادلة لكل البلدين تجاه الآخر في الأزمات الإقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر